عشان نفهم الديبول ديبول انتر اكشن لازم ناخد مقدمة صغيرة عن البولاريتي القطبية يعني ايه قطبية؟ لو تخيلنا عندنا زرتين اللي زرتين دول متماسلتين وبيتشاركوا بربطة ولتكن ربطة تساهمية بنلاقي ما بيحصلش قطبية الالكترونات بتدور حول الزرتين بشكل متساوي وبتبقى موجودة في منتصف المسافة بين الزرتين بنقول ان دي نانبولر دي ربطة غير قطبية والالكترونات بتتشارك بين الزرتين بشكل متساوي ولكن في بعض الحالات والاختلاف الزرات والاختلاف طبيعة السالبية الكهربية لبعض الزرات بنلاقي ان احيانا عندي زرة بتقدر تجذب الالكترونات الربطة نحيتها وفي الحالة دي بتاخد اشارة سلبة جزيئية والزرة اللي تاخد منها الالكترونات بتاخد اشارة موجبة جزيئية في الحالة دي بتحصل ما يسمى بالبولاريتي القطبية واالكترونات الربطة بتميل انها شفتت بتميل انها تتحرك نحية الزرة الاعلى في السالبية الكهربية قلنا تعريف السالبية الكهربية اللي يبقى لازم نعرفها الالكترونيجاتيفتي هي السالبية الكهربية وهي مقدرة الزرة على جذب إلكترونات الرابطة لها هي خاصية أو قابلية جذب إلكترونات الرابطة طيب بما إن دوت بيحصل في بعض الكزيئات بينشأ عنده ما يسمى بالديبول دايبول انتر اكشن آدي مولوكيول كان فيه إلكترونات للربطة حصل لها شفت ناحية الزرة الأعلى في السليبية الكهربية الزرة الأعلى في السليبية الكهربية خدت شحنة سليبة جزيئية والتانية خدت شحنة مجابة جزيئية الكلام ده تكرر في أكتر من جزيئ وبالتالي بما إن الزرة دي بقت ليها شحنة سليبة جزيئية ودي ليها شحنة مجابة جزيئية ابتدت تتكون رابطة اللي هي رابطة الدايبول دايبول انتر اكشن بين الاعلى في السالبية الكهربية والاقل في السالبية الكهربية او الاعلى اللي واخده بارشال نيجاتيف واللي واخده بارشال بوزيطيف بنقول الدايبول دايبول انتر اكشن قوة الجذب اللي اسمها الدايبول دايبول الرابطة القطبية بتقل كل ما زادت المسافة يعني كل ما المسافة بتاعت الجزئ ده بعدت عن الجزئ ده الربطة دي ضعفت طيب الحاجة الأخيرة قوة الربط القطبية أو الديبول دايبول انتر اكشن في الغازات بتبقى ضعيفة جدا عن في الليكود وعن الصلد وده نتيجة إن الجزئيات بتاعة الجاز بتبقى بعيدة عن بعضها البعض اشتركوا في القناة